نشرة مفصلة للأخبار البداية مع الهنوين سوف يتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية ومن إزالة الإرهابيين وبالنسبة لنا لا فرق بين النقطة التركية وبينها جبهة النصرة المستشارة الرئاسية السورية تؤكد للميادين عزم الجيش على إزالة النقاط التركية والإرهابيين بعد تحريره مدينة خانشخون وريفة حماس شمالي اردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل ويتصل بترامب خلال أيامنا لبحث التطورات في إدلب مقتل جندية إسرائيلية بتفجير عبوة في الضفة وأكثر من مئة جريح في اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة في غزة المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى ضبط نفسه بعد تجدد الاشتباكات في محافظة شبوة اليمنية بين قواته المدعومة إماراتيا وقوات هادي الداخلية التونسية توقف المراشح للانتخابات الرئاسية نبيل القراوي بتهمة تبيض الأموال ومستشاره السياسي يتهم الشاهد باستهدافه هبوط الأسهم الأمريكية بعد دعوات ترامب إلى إيجاد بدائلة من السوق الصينية وفلوس تتهمه بعدم احترام الدستور وبتقويد القيام الأمريكية أهلا بكم أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية بوثينا شعبان أن النقطة التركية التاسعة في مورك محاصرة والجيش السوري سيحرر أرضه من النقاط التركية ومن الإرهاب النقطة التركية محاصرة وبإذن الله سوف يتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية ومن إزالة الإرهابيين وبالنسبة لنا لا فرق بين النقطة التركية وبين جبهة النصرة لأنهم يتبادلون الأسلحة ويحتلون الأرض ويمارسون الجرائم بحق الشعب السوري وهدفنا هو تحرير الشعب السوري سواء من الاحتلال التركي أو من احتلال الإرهاب أعلن الجيش السوري تحرير كامل مدينة خانشيخون ورفيحما الشمالي بعد سيطرته على بلدة مورك باستثناء نقطة المراقبة العسكرية التركية التي بات يحاصرها ما أحرج أنقرة وتسبب بحالة من التخبط في صفوف الجماعات المسلحة في إدلب رضا الباشا والتفاصيل محاصرة باتت نقطة المراقبة التركية قرب بلدة مورك ووسط سوريا تحرير الجيش السوري كامل ريف حما الشمالي خلق حالة من التخبط تجاوزت ارتداداتها الجماعات المسلحة لتصل إلى تركيا جهدت أنقرة لمنع انتشار الجيش في مدينة خانشيخون بعد تحريرها فسارعت الاتصال بموسكو لمنع متراه محظورا تم محاصرة هذا الجيب بالكعمل اللي هي مورك المصاصنية اللي حاية معركب بي كفر زيتا فقام الجيش العرب والسوري الصباح هذا اليوم بالدخول إلى هذه القرى وتطهيرها وتفتيشها باءت الجهود التركية بالفشل ومعها بدأت أنقرة برفع وطيرة تهديداتها فحذر وزير خارجيتها مولود شوش أغلو دمشق مما أسماه اللعب في النار وعاد ليؤكد أن بلاده لن تسحب نقاط المراقبة من المناطق المتفق عليها في اتفاقية أستانا وسوتيشي مع فشل الجهود التركية في ثني القوات السورية عن التقدم في الجيب المحاصر وجدت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسها أمام واقع الميدان لتسلم لأمر واقع دمشق حررت أكثر من خمسمائة كيلو متر مربع من أرياف حما ووجد الجنود الأتراك أنفسهم محاصرين في نقطة مساحتها أقل من ألف متر مربع أمام هذا الواقع عاد رئيس التركي للعزف على وطيرة الأزمة الإنسانية فأكد لنظيره الروسي خلال اتصال هاتفي جمعهما أن هجمات الجيش السوري تنذل بخلق أزمة إنسانية كبيرة واعتبر تحرير أدلب تهديدا للأمن القومي لبلاده مخاوف أردوغان لم تتقاطع مع كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي أكد أن التهديد يأتي من جماعات إرهابية ما يعني أن اتفاق سوتيشي لا بد له من أن يطبق إن لم يكن بالسياسة فبالقوة في حين رد بيان الجيش السوري بشكل غير مباشر على تحذيرات أردوغان مما قال إنها كارثة إنسانية إنها تؤكد أن العمل جار لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها الإرهابيون خلال تمركزهم هناك بما يتيح للإخوة المواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم تسحب دمشق البساطة من تحت أقدام تركيا العازفة على وتري الملف الإنساني لمنع تحرير إدلب وأريا في حلب أعلنت رئاسة تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيامة بزيارة رسمية إلى روسيا في السابع والعشرين من أب أغسطس الجاري وكان الكريملين أعلن أن بوتين وأردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي على تفعيل الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا فيما أعلن أردوغان أنه سيتحدث مع تراب خلال الأيام المقبلة بشأن إدلب وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أكد بقاء جنود بلاده في نقطة المراقبة المتوقع جنوب إدلب في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل رحب أوغلو بانضمام لبنان إلى محادثات أستانا حول سوريا نريد أن ينضم لبنان إلى محادثات أستانا لذلك دعوناه للمشاركة كدولة مراقبة وكذلك سينضم العراق إلى محادثات أستانا لحل الأزمة السورية أما باسيل فدع إلى التفريق بين الحل السياسي في سوريا وضرورة العمل على إعادة النازحين نحن مع الحل السياسي نحن ندعم حق الشعب السوري بتقرير مصيره كذلك ندعم مسار أستانا اللي لبنان أصبح يشارك فيه بصفة مراقب ونشكر تركيا على دعوتها لإلنا المشاركة كذلك ندعم مؤتمر جناف وكل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا ولبنان بيدعي للتفريق بين الحل السياسي من جهها وضرورة السير فيه ومن جهها تانية لضرورة السير بتأمين عودة النازحين وإعادة أعمار سوريا قتلات جندية إسرائيلية وصيبة مستوطنا بجروح خطيرة جرى انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليف في الضفة الغربية ويواصل جيش الاحتلال عملية تمشيط وبحث عن سيارة غادرت المكان فور وقوع الانفجار كما شن حملات دهم واسعة في المنطقة وقام حواجز عسكرية وأغلق المنطقة نسرين سلمي حصار مشدد فرضته قوات الاحتلال على قرى غرب رامالله بعد مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة قرب عين للماء كان استباحها المستوطنون من مستوطنة دوليف المقامة على أراضي الفلسطينيين جنود الاحتلال شرعوا في حملة تفتيش وبحث عن منفذي العملية بعدما نقل الجريحين إلى المستشفى في محاولة حثيثة لإنقاذهما قامت قوات الاحتلال باقتحام الكرية من جميع النواحي وإغلاق مداخل البلد جميعها وقاموا أيضا باقتحام المحالات التجارية الموجودة على الشارع المحاذي لهذه النبعة قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في قرى عين عريك ودير بزيع والمحالة التجارية وصادرت كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إلى المنفذين فيما حلقت مروحيات في أجواء المنطقة دخلوا الجيش على المحال بدوروا على الكاميرات فتشوا على الكاميرات فقوا الدفار واخذوا الدفار وروعوا القوى الوطنية وصفت العملية بأنها رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس وأنحاء الضفة الغربية الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوفة لأيدي إزاء هذه السياسات ونعتقد أن هذه العملية توقيتا ومضمونا هي تحمل في طياتها تداعيات سيكون لها ما بعدها والشعب الفلسطيني لن يسكت راية المقاومة إلا بالاستقلال والحرية الحكومة الإسرائيلية من ناحيتها عقدت جلسة طارئة لتدارس طبيعات العملية العسكرية وهددت بإنزال أقصى العقوبات بالمنفذين رسالة المقاومة الفلسطينية واضحة بأنهم لن يسمحوا أن تكون أرض فلسطين مباحة أمام المستوطنين وأن تكون جزءا من الدعاية الانتخابية لإسرائيل نسل سلمي من قرية عين عليك غرب مدينة رام الله الميادين في المقابل عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية طارئة لمناقشة الأوضاع بعد تفجير العبوى قرب جنين ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فان نتنياهو اجتمع إلى قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بارك عملية أمس في الضفاء الغربية وخلال خطبة الجمعة في المسجد العمري بغزة قال إن عملية دولف تحذير لإسرائيل لابتعاد عن برميل البرود الذي يتفجر في القدس والأقصى عملية اليوم هذه العملية البطولية لا أعرف من يقف وراءها لا أعرف من خطط لها ولكن هذه عمليات تدلل على ثلاثة أمور الأمر الأول تقول للصهاينة وتحذرهم أن يبتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر أيها الإخوة إن هذه العملية اليوم التي أباركها وأشد على أيدي الذين نفذوها شارك ألاف المواطنين في فعاليات الجمعة الحادية والسبعين من مصيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة التي تتزامن مع ذكر أحراق المسجد الأقصى فصائل المقاومة أكدت رفضها كل أشكال التهويد والمساس بمدينة القدس ودعت إلى وقف جرائم الاحتلال بحق المقدسات أحمد شلدان خمسون عاما على إحراق مسجدهم وحناجر الفلسطينيين ما زالت تهتف نصرة للأقصى فالجموع التي خرجت في الجمعة الحادية والسبعين من مسيرات العودة أعادت تأكيد تمسكها بثوابتها ومقدساتها إحنا هان موجودين وحنظرنا موجودين وحتى انحرر أراضينا وحتى انحرر القدس وإحنا لو آخر نقطة بدمنا لو آخر ولد من أولادنا لو آخر شبل من أشبالنا إحنا هنظرنا هنا موجودين مهما يقطل أطفالنا ونساءنا وشبابنا العدو الصهيون الغدار إحنا بنقول له إحنا مستمرين لحتى نحقق أهدافنا مهما كان ومهما صار بإذن الله الجمعة التي جاءت تحت عنوان لبيك يا أقصى لم تختلف عن سابقاتها من حيث استمرار القمع الإسرائيلي بحق المدنيين في وقت اعتبرت الفصائل أن المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه نحن نفعل كل ما بوسعنا لحماية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين على خط المقاومة وحماية الثوابت وتحرير الأرض والإنسان ما يروح بالأفق من محاولة تصفية القادرة الفلسطينية وأيضا إلغاء حق العودة لذا هذه عوامل كل عوامل تفجير الشعب الفلسطيني يدركها لذا هو يتحرك في كل الساحات مرة واحدة وشهدت مسيرات هذا الأسبوع حشدا جماهيريا رغم التوتر الأمني الذي شهده قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي فيما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان الوفاء للشهداء تزامنا مع ذكر انتهاء عدوان عام 2014 الجماهير المحتشدة هنا تشدد على توجيه البوصلة نحو المدينة المقدسة ففي الذكرى الخمسين لإحراقه يؤكد الغزويون أن المساس بالمسجد الأقصى هو لاعب بالنار والمطلوب من أجل حمايته تعزيز المقاومة ووقف موجة التطبيع أحمد شردان غزة الميادين وزير سياحة الأردنية السابقة مهاء الخطيب نفت وجود دلائل على حق اليهود في أرض فلسطين والأردن في مقابلة مع برنامج المشهدية على شاشة الميادين حذرت الخطيب من مخطط إسرائيلية سهدف الأردن عبر صفقة القرن أنا أعتقد أن هناك مخطط واضح ضد الأردن مخطط تقوم به الصهيونية بمساعدة كل أعوانها لمحاولة إثبات ملكية اليهودية أو وجود اليهودية في الأردن الأردن الآن يتعرض لمؤامرة كبيرة وضغوطات كبيرة لأن يدخل في صفقة القرن صفقة القرن الأردن بقيادته وشعبه أعلنوا رفضهم لها ولدينا الآن لآت ثلاث لا يمكن أن نتنازل عنها وقالها علنا جلالة الملك عبد الله هذا ليس كلام جلالة الملك الأآت الثلاث لا للوطن البديل لا للتوطين لا للتنازل عن الوصاية الهاشمية على الأراضي المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس أطلقت قيادة عملية نينوى عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في المحافظة العملية يشارك فيها لواء الخامس عشر ولواء الخامس والعشرون في الحشد الشعبي والفوج الرابع وقوة من الاستخبارات والحركات التابعة لقيادة عملية نينوى لتطهير مناطق واسعة من جزيرة الحطر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم استدعى القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين مكفيترز وحث الجانب الأمريكي على الالتزام باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق أمنيا واقتصاديا أكد الحكيمة بغداد تضع كل الخيارات القانونية والديبلوماسية لمنع أي تدخل خارجي في شؤونه ورصون أمنه وسيادته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت بأن إسرائيل شنت غارة على الأقل على مخازن أسلحة في العراق أنقلت صحيفة عن مسؤول استخباري رفيع أن إسرائيل استهدفت قاعدة شمالية بغداد في التاسع عشر من الشهر الماضي فيما أكد مسؤولان أمريكيان أنها شنت غارات متعددة في الأيام الأخيرة على مخازن أسلحة لجماعات مدعومة من إيران وفق الصحيفة بالتوازي أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة تحليل بيانات إسرائيلية ثلاثة مواقع في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة يعتقد أن إسرائيل تقف خلفها شركة امج سات انترناشنل رجحت في تحليلها للصور أن المواقع الثلاثة كانت تحتوي على مخازن لصواريخ وأسلحة متطورة أظهرت موقع قاعدة بلد الجوية ومخزن ذخيرة في قاعدة السقر ومخزن أسلحة في قاعدة بأمر لشمال العراق التي تعرضت لهجمات جوية مؤخرة دعا المجلس الانتقالي المدعوم مراطيا جميع الأطراف في محافظتي شبوة إلى ضبط النفس والالتزام بدعوة وقف اطلاق النار التي دعا إليها التحالف السعودي وذلك بعد تجدد المواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس هادي وقوات المجلس في المحافظة الواقعة جنوب شرق اليمن المواجهات تركزت بحسب المصادر في المدخل الشرقي لمدينة عطق عاصمة شبوة كما شنت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هجوما على قوات هادي في موقع جلفوز شرق المدينة أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاعا للتحالف السعودي غربي جبل مبعوثة في منطقة المزرق الحدودية في مديرية حرط بمحافظة حج غرب اليمن يأتي ذلك بعد يومين من إسقاط دفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من دون طيار في محافظة أو في محافظة ذمار وصل البلاد بصاروخ طوّر محليا بقدرات يمنية أما في منطقة المهاش ما في مديرية الخب والشعف شرقية الجوف فقتل خمسة عناصر من قوات الرئيس هادي وجرح آخرون في انفجار لغم أرضي في آلية عسكر يا الله الحمد يا الله إلى هذا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء ستكشف اليوم عن منظومتين دفاعا جوي سريع أكد أو أكد في تغريدة على توتر أن الأعلان سيأتي ضمن مؤتمر صحفي ستعرض خلاله مشاهد تكشف لأول مرة لطائرات أسقطتها دفاعات الجوية من ضمنها استهداف طائرات التجسس الأمريكي أم كيو ناين في أجواء محافظة ضمار المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبيد البريكي أطلق مبادرة دعا فيها إلى اتفاق الأليسة أو اليسار على مرشحا واحد قوي في مقابلة مع برنامج التونسية الرئاسية تعهد البريكي بالانسحاب من السباق الرئاسي إذا اتفق اليسار على مرشحا واحد أنا على استعداد أقولها الأول مرة كما إذا الجماعة حفزتهم الفكرة أن نجلس معنا الثلاثة وقد لا جلس يسير على شاشة الميادين تطلق هذه أطلق هذه الدعوة أستكمل الدعوة أستكمل الدعوة يا عقلاء القوم يا عقلاء القوم يا من تعتبرون أن المرحلة تقتضي توحيد الجهود ما أمكن أنا على استعداد للجلوس مع المرشحين وننسى صفحة الخلافات على الأقل ثرفيا ونبحث عن الأدنى الذي يجمع ثم نبحث فيما بعد وبسرعة عن المواصفات تعتبروني غير معني بهذا يعني قد أكون حكم في النهاية غير معني بالترسع إذا اتفقت مع لا واحد قلت هذا الكلام فأصبحت التأويلات لأنه يدرك جيدا أنه لا يمكن أن يتفق ليش لا يمكن أن يتفق أين الإشكال يعني إذا كانت القناعة هات نغير إذا كانت القناعة نكون رقم لماذا هذا الانحراف بالتأويل أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقف المرشح للانتخابات الرئاسية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بموجب مذكرة جلب صادر بحقه وذلك بعد شهر ونصف الشهر من توجيه التهمة إليه وإلى شقيقه بطبيد أموال المستشار السياسي للقروي يسامى الخليفي قال إن الشرطة اعتقلته في طريق العودة إلى تونس العاصمة متهما رئيس الحكومة يوسف الشهد باستهداف القروي المدينة الثانية في تونس تشكو تهالك المدنية التحتية والتلوث الصناعي الذي أعهق تطوير السياحة وفاقم مشاكلها مدينة سفاقس عاصمة الجنوب التونسية التي تشهد تراجعا كبيرا على مستوى الاستثمارات والتطوير مراد الدنسي نحن الآن في وسط مدينة سفاقس ثاني أكبر المدن التونسية مدينة تعيش على مدى عقود على وقع إشكالات متعددة تتعلق بانتشار التلوث الصناعي على سواحد المدينة وضعف التنمية والاقتضاظ المروري مشاكل خلفت إشكالات عدة سنتعرف عليها مع سكان المدينة وصلنا إلى مدينة سفاقس بعد سوايعات قليلة على إصدار أمر حكومي بإغلاق أكبر مصنع للصناعات الكيميائية تم إنشاؤه وسط الأحياء السكنية قرار لم يجد صدا كبيرا لدى السكان على اعتبار أن مثل هذه الوعود والقرارات تتكرر منذ عقود من دون أن تنفذ وهنا وجدنا أنه يبث سمومه من داخل الأحياء السكنية هي معظلة مدينة سفاقس التي لوثت هواءها وشواطئها الممتدة ومنعت تطويرها سياحيا وعمرانيا مشكلة سفاقس خاصة بعد الثورة بيئية بالأساس التلوث ولا الدرجة أنه يقلق يسر للمواطن اللي عايش في السفاقس حتى لداخل سفاقس سفاقس هي المدينة الثانية في البلاد من حيث عدد السكان والثقل الاقتصادي بعد العاصمة حيث يقتنها أكثر من مليون شخص لكنها بدأت تشكو منذ عقود من تراجعا على كل المستويات وتحديدا تنمويا تدهور في البنية التحتية واكتظاظ في المرور وأوساخ منتشرة جعلت سكان المدينة يصفونها بالقرية الكبيرة في إشارة إلى غياب الاستثمارات الحديثة والبنية المتطورة المشاريع لديهم سنين ونحكي عليهم سنين يقولون بشي فعلوهم ومدينة حبر على ورق فقط وما زي ما تفعلش فيهم حتى قرار كما توسع المطار كما المدينة الرياضية المشروع نسمعه به كان على ورق وما زلنا مارين كل مرة من بلاس البلاس يقولوا هذه المدينة الرياضية لا يعاول سكان المدينة كثيرا على الانتخابات المنتظرة فكل الوعود السياسية ترتبط بالطمع في أصوات مواطنية المدينة التي تعتبر خزانا انتخابيا فالوعود بدأت منذ ثلاثين عاما لكن السفاقس بقيت مدينة تصعب فيها الحياة كما يقول أهلها مورد الدلنسي من مدينة سفاقس التونسية الميادين فصل قصير ونعود أهلا بكم الجديد انتقد الحرك الشعبي في الجزائر أسماء انضمت إلى لجنة الحوار والوساطة محصوبة على نظام السابق بحسب تعبيره ورفعت رايات في يوم الجمعة السابع والعشرين تطالب بتغيير جذري للنظام وبرحيل الحكومة الحالية كشرط لنجاح الحوار وتنظيم انتخابات رئاسية أسامة عبد المور لا صوت يعلو فوق صوت الشعب رسالة الحرك الشعبي في الجزائر المستمر منذ ستة أشهر تحققت على أرض الواقع أغلب المطالب وما زالت أخرى تراوح مكانها لم ترحل الحكومة ولا الرئيس المؤقت وما زالت المساعي لتمهيل الطريق لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة عن طريق الحوار حوار يبدو أنه يسعى لحظ رضا الحرك الساخط على مشاركة وجوه من النظام السابق وجوه جديدة حبينا ناس شرفاء تحب وطنها ما تحبش المال حبينا ناس جيد خدمت حب الوطن تحب الوطن نحن في الحقيقة لا نلغي الأحزاب لأنها كانت تناظل من قبل ولكن 90% كذلك من الأحزاب كانت تسبح في فلك بوتفلقة ونحن يرى نجينا باش نهضروا على الرمز طورة لرمزاني في السجن رامح بوسين رمز طورة يعني نحن ملامح أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بعد نفاذ احتياطات الصرفي هكذا يقول السياسيون وخبراء لكن الحركة الشعبي غير مبال ومصر على تحقيق الإصلاحات المنشودة ومحاربة الفساد نحن مولفين نحن نعيش تحت الصفر ونحن اليوم نواصل ثورتنا لأننا ما خرجنا من عجل بطوننا وعننا ما خرجنا من عجل الحرية نحب نقضي البلاد البلاد رأي في أزمة اقتصادية خانقة ونحن سيرين المديونية الخارجية ونحن سيرين لها لا مخرج للأزمة السياسية في الجزائر إلا بالتوافق والحوار والتجاوز الحساسية السياسية توافق يرى مراقبون أنه السبيل لإرضاء الحراك وتحقيق الإصلاح المنشودة في الجمعة السابعة والعشرين من الحراك الشعبية في الجزائر لا صوت يعلو فوق صوت ثورة الابتسامة هكذا هو شعار الحراك الشعبية في الجزائر المتمسك بمطالبه المشروع سمع عبد النون العاصمة الجزائرية الميادين أكدت وكالة ستاندرز أند بورز تصنيفها الانتمائي للبنان عند بي بي سالب فيما خفضت وكالة فتش تصنيفها من بي سالب إلى سي 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 بجانبه وزير المالية اللبنانية علي حسن خليل أكد بعد أعلان التصنيف أن بلاده ملتزمة بالإصلاحات ستتعامل بمسؤولية مع تقرير وكالة فتش أعتبر أن التصنيفات تعكس الحقيقة التي تعمل الحكومة على معالجتها أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن مقترحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إذا الاتفاق النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح عقب لقائه ماكرون في الأليزي أكد ضريف أن لا إمكانية للتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي داعيا إلى التفاوض حول آليات تنفيذه فقط نحن نعتبر أنه لا يمكن التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي لكننا مستعدون للتفاوض حول آليات تنفيذ الاتفاق على مختلف المستويات وهناك موضوع آخر ترح وهو حرية الملاحة والجمهورية الإسلامية قالت بشكل شفاف في هذا الموضوع إن حرية الملاحة يجب أن تكون للجميع وإيران التي تمتلك سواحل طويلة مع الخليج الفارسي وبحر عمان وتمتلك الجزء الشمالي من مضيق هرمز وقواتها من أكثر القوات التي يمكن لها أن تضمن أمن المضيق والخليج الفارسي بإطمئنان أمار رئيس روسي فلاديمير بوتين الجيش باتخاذ تدابير ردا على الاختبار الصاروخي الأمريكي وخلال جلسة لمجلس الأمن الروسي أكد بوتين أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسالح جديد قد يضر باقتصادها كلفت وزارتي الدفاع الخارجية إعداد رد متكافئ على إجراء الولايات المتحدة تجربة صاروخ مجنح جديد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من أنظمة الدفاع الصاروخي عام 2003 كان سبب تطويرنا لأحدث الأنظمة التي لا مثيل لها حقا في النظم العالمية للأسلحة الحديثة نحن مضطرون لضمان أمن شعبنا وبلدنا نفعل ذلك الآن وسوف نستمر في ضمان أمننا مستقبلا وسكو كانت قد حذرت في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من أن العهلم على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير منضبط وغير منظم بسبب طموحات الولايات المتحدة الجيوسياسية نيسار عبود دقت روسيا والصين ناقص الخطر بعد التجربة الأمريكية لصاروخ من طراز كروز مداه 500 كم قادر على حمل رؤوس نووية هذه التجربة محضورة تحت معاهدة القوى الصاروخية المتوسطة المدى التي انسحبت منها الولايات المتحدة في أوائل الشهر الحالي بذريعة أن روسيا كانت سباقة في انتهاكها على مدى الأعوام الماضية طورت روسيا وأنتجت واختبرت ونشرت مؤخرا العديد من الألوية من نظام أم 9729 غير المتوافق مع معاهدة الصواريخ المتوسطة ردت روسيا بأن نشر النظم تلك جاء ردا على نشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا على مقربة من الحدود الروسية ونفت أن تكون أخفت أي نظم عن حلف الناتو عندما اتضح أن الولايات المتحدة تقاليقة حيال نظامنا الصاروخي عرضنا على الأمريكيين عقد اجتماع مغلق لعرض الصاروخ المقلق بالتفصيل لإثبات أنه لا ينتهك المعاهدة لكنهم رفضوا على أن الدول الأوروبية أيدت الحجاجة الأمريكية بالإجمال مع إبداء خشيتها على الأمن العالمي وطالبت بمزيد من التشاور بين واشنطن وموسكو درءا للمخاطر أما الصين التي لم تكن طرفا في معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى فأكدت أن ترسانتها النووية دفاعية الطابع ومحدودة العدد وتتسم بالوضوح التام وهي ترفض الدرائع الأمريكية للخروج من المعاهدة يؤسس انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى لحقبة جديدة من سباق التسلح قد لا يقتصر على الدول الكبرى بل يشمل أيضا دولا أخرى تشعر بعدم الأمان وتطور صواريخها بطريقة مشابهة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين أعلن تقرير لمركز أبحاث أسترالي أن القوى العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ ستكون معدومة الفائدة في حال نشوب نزاع مع صين بسبب القدرة الصاروخية لفكين علي مرتضى ألم بكم في غضون ساعات الصين قادرة على تدمير القواعد الأمريكية خلاصة نشرها تقرير مركز الأبحاث الأمريكي في جامعة سيدني بأستراليا التقرير الذي نقلته وكالة سبوتنك أكد أن ترسانة الصواريخ الصينية المتنامية تشكل تهديدا خطرا لجميع القواعد والمرافق المتحالفة مع الولايات المتحدة والممرات والموانئ في غرب المحيط الهادئ وأضاف التقرير أن هذه المواقع قد تكون معدومة الفائدة بسبب الضربات الدقيقة في الساعات الأولى من أي صراع قد يندلع نضيفا أن التهديد الصاروخي لجيش التحرير الشعبي الصيني يهدد قدرة أمريكا على قيادة قواتها بحرية في المنطقة بأسرع المحللون الأستراليون يرون أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الهندية تشهد أزمة غير مسبوقة ولسيما مع نشر الصين عددا كبيرا من الصواريخ الموجهة بدقة وأنظمة الدفاع الجوي في المنطقة التي يمكن أن تقوض التفوق العسكري الأمريكي ووفقا لدراسة جامعة سيدني فإن واشنطن ليست مستعدة للمواجهة مع بكين بسبب عشرين عاما من النزاعات المسلحة الطويلة في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار في تخطيط الميزانية فيما الصين قادرة على تحدي النظام الإقليمي من خلال استثمارات واسعة النطاق في الأنظمة العسكرية المتقدمة أعلنت الصين أنها ستفرض رسومة جمهوركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلو سبتمبر وحتى منتصف كانون الأول دستمبر وبحسب مكتب الرسوم الجمهوركية الصيني ستراوح نسبة الرسوم الجديدة بين خمسة وعشرة في المئة على نحو خمسة آلاف ومئة سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة وذلك ردا على خطط واشنطن في زيادة الرسوم ترامب قرر رفع رسومة جمهوركية على البضاعة الصينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30% في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل وذلك بعد إصداره أمرا إلى وسائل النقل الجوي برفض إيصال أي أدوية أو شحنات من الصين وفي سلسلة تغريدات عبر توتر دعى ترامب شركات البلاد لأن تجد بدائلة من السوق الصينية ترامب قال أن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين على مر سنين بسبب سرقة الملكية الفكرية ورأى أن بلاده ليست بحاجة إلى الصين وأن الوضع سيكون أفضل من دونها الإعلان عن التدابير الانتقامية ضد الصين ذا إلى انهيار مواشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد بيانات التداول فادت من خفاض مؤشر داو جونس الصناعي ومؤشر السوق الواسع ستاندرد أند بورس ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا الفائقة كذلك توسعت خسير أسعار النفط وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين مقابل لوان الصيني كذلك قفز سعر الدهب للبيع الفوري نحو 2% للأوقية قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس ترامب لا يحترم الدستور ويقود القيم الأمريكية بيلوسي قالت في كلمة بمدينة سان فرانسيسكو أن روسيا تدخلت في الانتخابات وترامب أنكر ما ينتهك دستور البلاد مؤكدة رفض حزبها ذلك وأشارت إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة لأن الحزب الجمهوري يحرص على مكتسباته المالية داعية إلى الاستعداد لتلقي الصدوات دعت الأمم المتحدة وفرنسا بيلحاح الرئيس البرازيلي إلى تحرك لحماية غابات الأمازون أتهم رئيس الفرنسي أمانويل ماكرون نظيره البرازيلي بالكذب من خلال عدم احترامه لتعهداته المناخية أيمن فاضل والتفاصيل أكثر من 72 ألف حريق اندلعت في الغابات التي تنتج 20% من الأكسجين الذي يتنفسه العالم منها 9500 حريق ضخم خلال الأيام القليلة الماضية ما دفع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى دعوة لإعلان حالة الطوارئ عالميا لإنقاذ رئة الأرض لكن يبدو أن اندفاعة الرئيس الفرنسي لم تعجب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي وصف تغريدته عبر موقع تويتر بأنها تحمل ميولا استعمارية مجددا انتهامه للجمعيات البيئية بافتعال واحد من أضخم الحرائق في التاريخ لإسقاطه تصريحات بولسونارو آثارت استياء الجمعيات البيئية الخبير في منظمة جرين إنشياتف البرازيلية أوزفالدوستيلا قال إن بولسونارو شبه المنظمات البيئية برجل يحرق منزله ليشعل سيجارة وهي وسيلة لتشتيد الانتباه عما يجب أن يفعله رئيس البلاد أي عبر تعزيز إجراءات الرقابة بدل إطلاق يد الشركات لاستغلال الغابات وتدميرها يشار إلى أنه منذ تولي بولسونارو منصبه مطلع العام الحالي خفف إجراءات الرقابة على أنشطة قطع الأشجار في الغابات وأبدأ وزراؤه تعاطفهم مع الشركات المحلية والأمريكية التي يحاول السكان الأصليون وقف أعمالها في مناطق سكنهم سأبدل آخر قطرة من دم في محاولة إنقاذ هذه الغابات إنهم يقتلون الحياة والعالم لا يرى الضرر الذي يحصل هنا الرجل الأبيض يريد القضاء على غاباتنا ونحن سنحمي منطقتنا والحيوانات والأشجار التي فيها وتؤكد وكالة إنقاذ البيئة لبرازيلية التي خفض بولسونارو ميزانيتها بواقع 23 مليون دولار أن الغابات التي تصل مساحتها إلى 5 ملايين ونصف مليون كيلو متر مربع هي الدفاع الأخير لمواجهة تسارع ارتفاع درجة حرارة الأرض وكان مدير المعهد الوطني لأبحاث الفضاء قد طرد من منصبه بعدما دفع عن بيانات الأقمار الصناعية التي أظهرت أن إزالة الغابات كانت أعلى بنسبة 88% في حزيران يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي والآن إلى العنوين سوف يتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية ومن إزالة الإرهابيين وبالنسبة لنا لا فرق بين النقطة التركية وبينها جبهة النصرة المستشار الرئاسي السوري تؤكد للميادين عظم الجيش على إزالة النقاط التركية والإرهابيين بعد تحريره مدينة خانشيخون وريف حما الشمالي أردغان في موسكو ثلاثان مقبل ويتصل بترامب خلال أيام لبحث التطورات في إدلب مقتل جندية إسرائيلية بتفجير عباة في الضفة وأكثر من مئة جريح في اعتداءات الاحتلال على مصيرات العودة في غزة المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى ضبط نفس بعد تجدد الشبكات في محافظة الشبوة اليمنية بين قواته المدعومة إماراتيا وقوات هذه الداخلية التونسية توقف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة طبيعي الأموال أو مستشاره السياسي يتهم الشهد باستهدافه هبوط الأسهم الأمريكية بعد دعوات ترامب إلى إيجاد بدائل من السوق الصينية وبيلوسي تتهمه بعدم احترام دسور وتقويض القيم الأمريكية ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر